إسرائيل بفعلتها الأخيرة وقصف المستشفيات بشكل مباشر هي تحاول ترهيب المنطقة العربية ولكن هل باستطاعات يتغيير المواقف العربية؟ لا المواقف العربية لحد الآن هي في سبات في نوم عميق أنا زل التغريدة اليوم كافي يعني يكفي أنه بيانات الاستنكار والتهديد وصواريخ بدأت تسمى صواريخ تنديد وصواريخ استنكار وصواريخ تغريدات هذه يذكرني بجماعة هجموا على جماعة فضربوهم الذوهم ذولاك كانوا بس يسبون بيهم فقالوا لهم صار قال هم ضربونا بس احنا شبعناهم افشار بالعراقي يعني شبعناهم مسبة بس هم ما اكلوا الضرب المهم الآن خلي بس اوضح فات صورة صورة واضحة جلية بس خلي نكون واضحين في هذا الموضوع الآن امريكا والعالم الغربي مع اسرائيل مع اسرائيل تماما تماما امريكا لم تحترم اي بلد من البلدان العربية خاصة بعد زيارة الخرف اي بلد من البلدان العربية ما احترمته لا السعودية لا الامارات لا العراق لا الاردن لا مصر لا اي بلد ما احترمته واجه ووقفه بنص اسرائيل وقال انني محا اسرائيل هذا الكلام صحيح مو هل سعرفتوله انا مخطئ مو قال اتينا لكي ندعم تل ابيب هاي اكبر دولة بالحالم اي جدي هيد عم تل ابيب والدول الغربية كلهم وياه اذا خلي انصنف الاصطفافات الان هم معهم طيب دولة المساكين منو معهم متعلمنا احنا بالابتدائية ودرسنا رابطة الدم ورابطة القومية ورابطة الدين كل هذه اعلمونا اياها كلها نرتبط بيها مع اهلنا في غزة مو بس فيها غزة اهلنا في الاردن وفي سوريا ولبنان ومصر والمغرب هاي الروابط اللي دارسونيها بالدراسات الاولية بالابتدائية زينها احنا شننتظر ننتظر صراحة انا اقول لك ننتظر من يقوم ربما المقاومة في جنوب لبنان او المقاومة اللي مرتبطة بايران او غيرها من اجل ان تتحرك لانه نحن خسلنا ايدينا من ان يتحرك العرب نعم طيب اذا ما تحركتوا اذا ما تحركتوا مثل دون تخوضون قتال زين ترى شوفوا القتال ما يخوف احنا بالعراق من سنة الاثمانين من الثلاثة وسبعينها من الحرب التشرين من سنة الاثمانين احنا حرب بعد حرب ما توقفت الحروب ويانا ابدا انا اخذت حروبا من الخمسة وثمانين الى ان طلعنا من الجيش احنا نخوض حروب الى ان خرج فما رح تخوفنا ولكن القتال يا سيد البياتي لا يحقنوا الجماء المهدورة بسم الله الرحمن الرحيم قل لن يصيبنا الا ما كتب الله لنا هذا الموضوع طيب ما تريدون تدخلون حرب وقفوا تصدير النفط بالوقت الحاضر وقفوا وقفوا ما تكون هذا هذا حل الضعفاء ما تفعله ما الحلول الاخرى ما تريد المناسبة يعني عذرا قد يكون اخالف توجهات اخوتنا بقناة تغيير لكن يا اخواني يعني هاي التظاهرات وغيرها اوكي والله كلش جميلة وكلش فرحانة لكن هذولا اليوم 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 انطيش موقف اليوم ما تركه ومنطقة فيه غزة وضواحية وغيرها الا ما قصفه قصف شديد نعم اليوم اليوم بكلامك هذا يا سيد البيات وعذرا على المقاطع حضرتك لا تناقض احد وانت مع موقفنا نحن قناة التغيير موقفنا وطني بحث